اشتركوا في القناة اذا اخذنا الصورة الاولى اين هو الارنب ممكن اننا نقول يعني ان الارنب في الحديقة او نقول مثلا يعني ان الارنب يلعب ويتسلق في حديقة مظهرة يعني حديقة فيها ظهور ممكن اننا نقول يعني الارنب يلعب طبعا عندنا هده فلوري هادي تجي على جوجه للحالات يعني اما انها تكون كادجيكتيف يعني كوصف طبعا تحل بحل اللي عندنا هنا تنقول ان جاردان فلوري يعني اننا نصفت الحديقة بانها مظهرة نقول عنها فلوري تجي من فعل فلورير يعني اظهرة وممكن ان هاد كلمة فلوري كما تنشوف هنا انها تجي بارتيسيباسي بطبعا تحل كم تنعرفو هو واحد صيغة ديال الفعل تتكون مع الاطن كمبوزي مثلا بحل لو بارتيسي كمبوزي لو بارتيسي كمبوزي هو ماضي تتكون من المساعد لتيكون يا اما افوار او اتر زائد هاد لو بارتيسيباسي بطبعا تحل لتيكون واحد شكل معين ديال الفعل تكون شكل معينة الفعل مثلا الأفعال التي تتكون بحل في لغير إذن لو بارتيسيباسي دياله تكون بيت شكل في لغير مثلا اللو بارتيسيباسي دياله اللو بحل اللو بارتيسيباسي دياله هو فني مثلا نقول ج trust انا انتهيت إذن ج فني ено 5 görd نعرفو 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 هاد لو بارتيسيباسيETH أندا لgus لا مع colati هناك لا ي bakalım نقول مثل أنت LAN ذاهب حلث فوتست تسليل هي الرف 대 الشيء وهناك هناك تتكرر و تتصرف هو الأفعال في حالات أخرى تجد أفعال أخرى يعني أنها تطلب يكون ما كان تطلب يكون كل البارد السيباسي تبقى نفسه يعني المعنى دي الفعل إذا بحل دابنا فلوغير هذا الستان في المجموع الثانية كما ترى نقول مثلا يعني مزدهرا يعني بزدهار نقول مثلا يعني الجمعيات الدنيا يعني أنها ازدهرت إذا ممكن أنني أقول يعني أنا ازدهرت تي يا فلوغي أنت ازدهرت إلا فلوغي كما ترى عندنا تتصرف و تنظيف مراهد فلوغي اللي هو الو بارتيسيباسي ديال لو ذرب فلوغير إذا هات كلمة فلوغي تتجي يا إما بارتيسيباسي تنستعملها في الصرف مثلا كما عندنا هنا تنستعملها في الصرف كما رأينا وإما تتجي كوصف يعني نقول عن واحد الحاديقة بأنها جاردة فلوغي يعني أنها حاديقة مزاهرة إذا نقول مثلا كيف نحافظ أو كيف نراقب ولكن المعنى الأساسي هو كيف نحافظ يعني على حاديقة مزاهرة يعني كيف لنا أن نحافظ على حاديقة مزاهرة حاديقة بها ظهور كيف لنا أن نحافظ عليها بهذا الشكل إذا كمان جاردة فلوغي إذا طبعا تحل هاد فلوغي هنا جاءت وصف ماشي بارتيسيباسي هنا لم نقول مثلا لجاردة فلوغي يعني أن الحاديقة أظهرت في الماضي ولكن أننا قلنا جاردة فلوغي إذا هنا عندنا فلوغي جاءت كوصف إذا أول لابا أين هو الأرنب إذا نقول لابا باتي فول ضن زن جاردة فلوغي يعني أن الأرنب يلعب ويمرح ضن زن جاردة فلوغي ضن زن جاردة فلوغي في حاديقة مزهرة ممكن أننا نقول اللوغي سيوجد أول دول جاردة فلوغي يعني الأرنب يجري فلحديقة اللوغي دول جاردة السلاد غير يعني في الجارة إذا اللوغي كوصفت أول جاردة فلوغي يعني الأرنب يجري فلحديقة إذن نتحرك إلى الدوزيام إيماج نتحرك إلى السورة الثانية أين هو الأرنب؟ إذن كما ترون الأرنب خلف الشجرة إذن ماذا سنقول؟ سنقول الأرنب يتلاهى أو يلعب خلف الشجرة الأرنب يلعب خلف الشجرة أو نقول مثلا الأرنب يتخفى يعني أنه يخفي نفسه الأرنب يتخفى وراء أو خلف الشجرة الأرنب يتخفى وراء أو خلف الشجرة وراء أو خلف الشجرة أرنب يتخفى وراء أو خلف الشجرة نتحرك إلى السورة الموالية أين هو الأرنب؟ أين هو الأرنب؟ أين هو الأرنب؟ إذن كما نرى أن الأرنب يلعب أماما المنزيل إذن ماذا سنقول؟ أين هو الأرنب؟ أين هو الأرنب يتخفى وراء أو خلف الشجرة المنزيل؟ الأرنب يتخفى وراء أو خلف الشجرة أين هو الأرنب؟ أين هو الأرنب؟ وإذا نمر إلى الفقرة الموالية نو باسون والدوزيان بارغراف كوفي تيل ماذا يفعل هو كوفي تيل سلوضع فاع كما رأينا ماذا يفعل هو اذا المقصود هنا كوفي للابان ماذا يفعل الأرنب اذا طبعا الحال بدل أننا نذكر الأرنب أننا ذكرنا فقط الضامير الذي يشير له اذا قلنا كوفي تيل ماذا يفعل اذا اخذنا الصورة الأولى كوفي تيل ماذا يفعل اذا ممكن أننا نقول للابان شرش تنصالات يعني الأرنب يبحث عن الصلاة او نقول يعني هو يبحث عن شيء يأكل هذا هو المقصود يعني هو يبحث عن شيء يأكل هذا هو المقصود اذا يبحث عن شيء يأكل للابان شرش للابان شرش دو كو منجي الأرنب يبحث عن شيء يأكل اذا نتبع اذا نتبع نتبع للابان شرش كوفي تيل كوفي تيل كوفي تيل ماذا يفعل او بيان كوفي للابان ماذا يفعل الأرنب اذا كما نرى أن الأرنب يقفز اذا كوفي تيل ماذا يفعل اذا ممكن أننا نقول للابان شرش تجي من فعل سوتي سوتي يعني قفزة للابان شرش يعني أن الأرنب يقفز او بيان للابان باندي يعني الأرنب يقفز اذا للابان باندي او نقول للابان باندي الأرنب يقفز تجي أيضا بمعنى سوتي اذا للابان باندي سنبخنو لدغنير إيماج اذا أخذنا الصورة الأخيرة كوفي تيل كوفي تيل ماذا يفعل او بيان كوفي للابان او ماذا يفعل الأرنب اذا كوفي تيل كما نرى بأن الأرنب يأكل جزارة اذا كوفي تيل ماذا يفعل اذا ممكن أننا نقول للابان مانج دي كاروت للابان مانج دي كاروت الأرنب يأكل حبات جزار للابان مانج دي كاروت نباسون والدعني بارغاف نمر إلى الفقرة الأخيرة للاشات انفيت للابان كو دي تيل للاشات طبعا الحال للاشات يعني هي القطة لوشي يعني القط للاشات انفيت صلة ها انفتي انفتي يعني استضافة للاشات انفيت يعني أن القطة تستضيف أو تدعو نتكلم عن دعوة يعني دعوة لحاف العاشاء مثلا إذا نتكلم عن يعني أنك تدعو شخصا أو تستضيفه يعني القطة تستضيف الأرنب كو دي تيل إذا ماذا ستقول لكي تدعوه ماذا ستقول لكي تستضيفه إذا ماذا يمكن أن نقول إذا كو دي تيل ماذا ستقول إذا مثلا ممكن أن القطة تقول للأرنب يعني أنا أدعوك أديني شموة أنا أدعوك لتتعش عندي يعني أنا أدعوك لتتعش عندي يعني أنا أدعوك لتشرب شيئا أنا أدعوك لتشرب قهوة أو ببساطة نقول أنا أدعوك عندي يعني أنا أدعوك للماجئي عندي أو تقال بعبارة مثلا يعني أننا سنتعش بالقرب من الماء وهناك عبارة قال في شيء من الأدب سيساتو دي إذا هذا قال لك المقصود إذا أنت رأيت هذا إذا سيساتو دي وبيان سيساتو دي إذا هذا يوافقك طبعا حتى نشوفه بأننا عدنا له فعب دي يعني قال سيساتو دي إذا هذا قال لك ذلك المقصود إذا كان هذا الأمر قال لك ما أدعوك له إذا كان الأمر يقول لك ما أدعوك له سيساتو دي المقصود إل لم يكن هناك حرج إل لم يكن هناك حرج أو مانع سيساتو دي إذا هذا يقول لك طبعا حتى تعبر عنها هذه العبارة إذا نوافا ديناي خذل سنتعش بالقرب من الماء سيساتو دي إذا هذا يقول لك المقصود إذا كان هذا يوافقك بمعنى آخر إذا نجد نفس العبارات لكن في سؤال ستنكاري نقول لشخص مثلا هذا لم يقول لك شيئا المقصود ألم تفهم ما يطلب منك بعد أن رأيت هذا الأمر طبعا تحل يعبر عن هذا بهذه العبارة هذا لم يقول لك شيئا المقصود ألم تفهم ما يطلب منك بعد أن رأيت هذا الأمر أو ممكن أننا نقول نقول لشخص مثلا نقول لشخص مثلا يعني كلنا جميعا شمو عندي أن نديني توس أنسمبل شمو سنتعشى كلنا جميعا شمو عندي إذاً أن نديني توس اسمبل شمو سنتعشى جميعا شمو عندي إذا ممكن أننا نستعمل هذه العبارات من أجل بطبع هذه الحال أن ندعو شخصا لدير نيار إيماج ماذا عندنا الصورة الأخيرة لولابا أكسبت لانفتاسيون كو دي تيل إذا لولابا أكسبت لانفتاسيون الأرنب يقبل الدعوة تيقبل الاستضافة كو دي تيل ماذا يقول هو كو دي تيل ماذا يقول هو المقصود هنا كو دواتي لدير ماذا عليه أن يقول إذا طبعا حال أنت دعاك واحد شخص بغير استضافك عنده إذا أشنو غد تقوله شخص يدعوك لعاشاء أو لحفلينما إذا ماذا ستقول له إذا كيف ستقول له لكي توافق على دعوتي كو دي تيل المقصود كو دواتي لدير ماذا عليه أن يقول إذا طبعا حال كما تنشوف العبارة الأولى عندنا كو دي تيل ماذا تقول هي طبعا حال كنا تتكلم على لشات على القطة هنا عندنا كو دي تيل ماذا يقول هو تتكلم على الأرنب طبعا حال الأرنب كلمة مذكرة إذا للا تأكسب لامفتاسيون كو دي تيل ماذا يقول هو إذا ماذا سيقول الأرنب لكي يقبل الدعوة طبعا حال لابد دعوة أن هناك عبارات في بعض الأدب وفي التقدير طبعا حال للإنسان الذي يدعوك إذا كو دواتي لدير ماذا عليه أن يقول إذا ممكن أن الأرنب يقول سوصورة أفك بليزير سوصورة أبدا الحد نتكلم على الأرنب في الفتير بأنه سيكون نقول سي إنه سوصورة ستكون إذا سوصورة أفك بليزير يعني أنه سيكون بكل فرح بمعنى آخر سيكون هذا الأمر بكل فرح يعني أن حضور استجابة للدعوة أنه سيكون بكل فرح سوصورة أفك بليزير وبين جاكسبت لانبتاسيون أفك بليزير أنا أقبل الدعوة بكل فرح طبعا الحال كما تعرفوا بأن البليزير هو اللده هو الرغبة هو الرضا إذا جاكسبت لانبتاسيون أفك بليزير يعني أنا أقبل الدعوة بكل فرح بكل رضا إلى آخره أو نقول مثلا جاكسبت لانبتاسيون يعني أنا أقبل دعوة بكل فرح يعني أننا نقول عبارة هكذا أنني أقبل دعوتك إذا نكتفى بذل قدر حياكم الله وألي لقائن قاعدين بإذن الله